دكتور رعفة احنا شفنا التقرير مع بعض وسمعنا امنيات الناس اللي تكلمت حضرتك رشدت ايه في هذه الامنيات وشفت الدنيا في التقرير في حاجات ايجابية وفي حاجات سلبية الحاجات الايجابية تنوع الاهداف ودي حاجة مطلوبة جدا اشراحك تعيشي سعيدة لازم يكون عندك تنوع اهداف ما بين اهداف شخصية ما بين اهداف وظيفية ما بين اهداف ليه علاقة مثلا بلياقة بدنية ما بين اهداف ليه علاقة بعلاقة الانسان بربنا فاحنا عندنا التنوع الاهداف ده مطلوب جدا لانه خطر جدا ان كل اهدافي تبقى منصبة في اتجاه واحد انا عايز انجح في شغلي ليه خطر عشان حت لو نجحت في شغلك واهملت بيت الكارثة بكل المقاييس تمام لو انا يعني نجحت في شغلي واهملت مثلا صحيتي فانا رحت في كارثة فلازم يكون فيه تنوع من الاهداف دي اول نقطة النقطة التانية بعض الناس كانت اهدافهم محددة وبعض الناس كانت اهدافهم عامة دايما الهدف عشان يهدف جيد بيسموه كده سمارت انه حاجة محددة لها توقيت زمني يمكن قياسها يعني لو جيت لابني قلت له انت عايز تعمل ايه في الفترة اللي جاية قال لي عايز اعمل ثروة اقول له غلط تقوليش كده تقول لي انا عايز اعمل عشرة مليون في الثلاث سنين اللي جاية يا رب والله كلنا مربوني سهل ان شاء الله ايه اه ده هدف اه فشفت الهدف لازم يبقى ازاي ايه هدف محدد يمكن قياسه لتوقيت زمني تمام واعطي حاجة من التلاتة دول فهذا الهدف غير جيد الحاجة التانية الهدف ممكن يكون سبب سعادة وممكن يبقى سبب تعاسه وجود الهدف سبب سعادة لو الهدف ده هدف متناسب مع الواقع ومع امكانياتي ماينفعش واحد لا قدر الله مشلول مثلا يقول ان عايز مثلا ابقى بطل العالم فيه الجاري طب انا بقدرش اتحرك فهنا الهدف هدف ايه ده مش تموح انما ده تعجيز عن القدرات الحقيقية الممكنة طبعا فانت لازم تحط هدف يتناسب مع امكانياتك لو حطيتي هدف مش متناسب مع امكانياتك وما تحققاش فانا بقول انا فاشل لا هو انا مش فاشل هو انا حطيت هدف غلط تلاقي الشباب كله في مصر عايز يبقى محمد صلاح طب ما انت لو مش موهوب في الكورة ازاي هتبقى محمد صلاح طب انا بصص لمحمد صلاح شخص بقى مشهور وغني ماشي بس هو عشان هنده موهبة في الكورة انا ممكن يكون ربنا الدني موهبة في حاجة تانية الشطارة بتاعتي اقيم نفسي كويس واشوف ايه الاتجاه اللي انا ممكن انجح فيه لكن فكرة هدف كل الناس عايزة تبقى زي محمد صلاح ده في الاخر طبعا حاجة يعني غير وقعية والتحية والمحبة وكل حاجة اللي محمد صلاح بصراحة يعني بس متفهمة حضرتك بتقولي اشتركوا في القناة